استياء شعبي من ممارسات الاحتلال التركي والفصائل الارهابية التابعة لها بات السمة الابرز للمناطق المحتلة شمالية سوريا رغم محاولات التكتم من قبل الاحتلال والفصائل التابعة له في المناطق المحتلة فعلى مدار اليومين المنصرمين وقعت اشتباكات بالاسلحة الرشاشة بين مسلحين محليين في مدينة الباب وعناصر اكثر الفصائل الارهابية ولاء الاحتلال التركي والمتمثل بفصيل السلطان مراد الارهابية وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فان الاشتباكات ترافقت مع قطع الطرقات في بعض احياء المدينة وسط حالة من الخوف والذعر بين السكان المدنيين ومناشدات واسعة للتدخل باجل وقت في الاقتتال بين الطرفين وبالاضافة الى ذلك فان ممارسات الاحتلال التركي والفصائل الارهابية التابعة له اثارت الفوضى بين السكان المحليين اذ وقعت اشتباكات بين عائلتين في منطقة اخترين بريف حلب الشمالية ولم تتدخل الفصائل الارهابية لايقافها ووفقا لمصادر محلية فان الاقتتال المستمر بين الفصائل الارهابية والفلتان الامني في المناطق المحتلة بالاضافة الى ممارسات الاحتلال والارهابيين المتكررة من اتاواتنا واسلب ونهب وعمليات خطف وقتل هدفها التضييق ما امكن على السكان لاجبارهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم